السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا رح تكون أخبار فلكية وهي عن انتقال الشمس اللي رح ينتقل يوم الجمعة لبرج الجدي وبما إن الشمس رح تدخل على برج الجدي معناته بداية أعياد موليد برج الجدي فمنقولهم كل عام وأنتم بكل خير وإن شاء الله عام في سعادة في طمعانينة في أمان وفترة تعوضوا فيها اللي رح بالفترة الماضية بالنسبة للشمس طبعا هي رح تنتقل يوم الجمعة بـ 22.12 الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش رح تنتقل من برج القوس لبرج الجدي ورح يضل موجود في برج الجدي الترابي لغاية ساعات العصر يعني تقريبا عصر يوم السبت عشرين واحد بالنسبة للشمس لما تكون موجودة بالجدي عادة بتعطينا نوع من أنواع الطابع الجدية في النظر للأمور والتعامل معها بحيادية كبيرة كمان الجو نفسه بصير هيك عشان الجو البرودة أو البرد أو دخول فصل الشتاء بعطي هيك برودة بالعواطف نوع من أنواع الاكتئاب الميلة العزلة أو التدقيق الكبير في القوانين برود المشاعر هذا إشي يعني بيكون واضح بالفترة هاي عند الأغلبية بصورة عامة برضو بيدفعنا النظر للأمور بمنظار الجد والمسؤولية ونجد أن الحياة أصعب مما كنا نتصور يعني بنبعد عن اللي هي التفاؤلية لزيادة عن اللزوم بالنسبة لصفيات الشمس معروفة إنه هي لما بتكون سعيدة بتعطينا الطموح والصراحة والتفاؤل والجراءة والكرم الدينماكية القيادة الاستقلالية ولكن لما بتكون منتحسة بتعطينا الغرور والأنانية والديكتاتورية عشان نحدد إنه هي بوجودها في برج الجدي رح تكون سعيدة ولا رح تكون منتحسة لازم نشوف الزوايا الفلكية بالأساس صحيح هي لما بتكون بالجدي بتكون طاقتها ضعيفة ولكن الزوايا هي اللي بتحدد إنه قديش نسبة السعادة النحوصي ضعف القوة تاعتها لأنه الزوايا هي اللي بتعطي الطاقة الأكبر لهذا الكوكب حتى لو كان في حضيضه لو كان وين ما كان الزاوية هي اللي بتحدد المسألة بالنسبة أكبر بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية رح تكون يوم 22-12 اللي هي يوم الانتقال وهي زاوية إيجابية رح تكون بين الشمس وبين عطارد يعني بداية خير إن شاء الله هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الفكرية بتسهل علينا فهم مواضيع علمية أو موضوع علمي صعب كان يتعذر علينا بالفترة الماضية إننا نفهمه وبيزداد التوجه لإجراء الاتصالات والتنقلات أو السفريات الضرورية بيجلبنا الحيوية والنشاط بزيد من قدراتنا العقلية وهذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات نجاح أدبي بمشاريعنا الحالية يجب علينا تركيز مجهودنا على أهداف محددة وهذا الاتصال مناسب للسفر وعلاقات الصداقة أو حتى علاقات الزواج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم 24-12 وهي أيضا زاوية إيجابية تزديس رح تكون بين الشمس وبين زحل بالنسبة لهذه الزاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية تمنحنا القدرة على السيطرة على الذات المتابرة الجدية الفطنة الحسب الواجب وهذا الشيء بساعدنا على النجاح وبيدل على أرباح بتيجي عن طريق المعاملات الحقارية وممكن أن نحقق نجاح في العمل وعلاقات جيدة بتكون مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم 27-12 زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري هذه الزاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا تمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وبرضو هذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أن يكون لنا دور اجتماعي مهم وبتحقق لنا برضو نجاحات في حياتنا المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم 10-1-2024 هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين أورانوس برضو زاوية إيجابية قوية بتعزز قدراتنا الإدارية بتضفي جاذبية على شخصيتنا بتعزز قوة الحدث لدينا بتمنحنا الابتكار وهو مواهب الإختراع والإنجذاب لكل ما هو جديد ومنعيش علاقات جيدة مع الأصدقاء ونجاحات غير متوقعة النجاح بيكون عن طريق العلم برضو ممكن نعرف تغييرات مفيدة بتخرجنا عن الرتابة في حياتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين الشمس وبين نبتون هاي زاوية رح تكون يوم 16 واحد بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث بتمنحنا خيال خصب مثالية إلهام مواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث مما بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وللأسف يعني رح تختتم وجود الشمس في برج الجدي بصعوبة عالية جدا هاي الزاوية رح تكون يوم 20 واحد اللي هو يوم الانتقال ولكن تأثير هاي الزاوية بيبلش قبل بأسبوع وبيستمر لمدة أسبوع ما بعد ولكن ذروتها يوم 20 واحد هاي الزاوية بإقتران والشمس وبلوت واثنين اللي هم قوة عالية جدا فبتعزز التسلط عند البعض بحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتضع عقبات في طريق نجاحنا بتسبب لنا عدوات خفية كما إنها بتزيد من حدة شهوانيتنا السلبية بتضر بالصحة ممكن تسبب لنا أمراض خطيرة برضو بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سوى داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعب ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والذواهر الطبيعية كالزلازل والبركين أو التعرية طيب إيش رح يكون هيك التأثير لاحظنا إنه هي أغلب وقت وجودها في برج الجدي رح تكون سعيدة بطاقة ممتازة يعني تعطينا نوع من أنواع التفاول ولكن هي آخر أسبوع يعني آخر نقول من نصف شهر واحد بتبلش الضغوط بشكل كبير بسبب زاوية الاقتران فأغلب الوقت رح تكون فيها بعض الإيجابية ولكن بتكون تنتبهوا من تحذيرات الزاوية الأخيرة طيب إيش التأثيرات على الأبراجة رح تكون خلال الفترة القادمة طبعا لازم تسمع برجك ولازم تسمع طالعك يعني بتسمع الاثنين البرج بيدل على الكون والناس اللي حواليك والأشخاص اللي حواليك كيف بتعاملوا معك اتطالع أنت كيف بتتصرف فعشان هيك بك تدمج بين الأمرين عشان تطلع النتيجة معك بشكل صحيح برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا وجود الشمس في بيت السمعة بيت العلاقات على مستوى العمل مع رؤساك بالعمل اللي هو علاقة بالترقيات والسمعة بالنسبة لإلك وهذا يعني أنه الفترة رح تكون مهمة بشكل كبير بالنسبة لإلك وبرضو يعني تعطيك طاقة لتقديم صورة ممتازة عنك للآخرين وبالشكل الأمثل ممكن تبالغ في ذلك الشوي فعشان هيك تكون حذر وهنا بتعمل على الدفع بمصالحك للأمام لتثبت قدراتك على تحقيق إنجاز للأعمال على أكمل وجه بتكون مدير ناجح في هاي الفترة ولكن بدك تحاذر من المبالغة في فرض القوانين أو من مخالفة القوانين لأنه شوي بيت السمعة بعطيك نوع من أنواع المبالغات اللي ممكن تشوه سمعتك وانت ما بتعرف فبدك تكون حذر من هاي النقطة يعني هيك ممكن تتحرف على صديق جديد وبيكون له دور فاعل في حياتك والفترة القادمة وممكن تستغل علاقاتك الاجتماعية أيضا بشيء مميز برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا رح تكون أنت من أكثر الأشخاص المستفيدين بالفترة القادمة لأنه الشمس رح تكون في البيت التاسع اللي له علاقة بالسفر بالدراسات العليا التعامل مع الأجانب ورح تفتح أمامك طريق واسع للسفر خارج البلاد أو للهجرة أو لبداية مرحلة جديدة للدراسة لا سيما ضمن قروبات سياحية أو منظمات رسمية أو حكومية عندك فرصة مهمة لتوقيع على عقد عمل خارج البلاد أو على الحصول على قبول جامعي في إحدى الجامعات العالمية هناك كثير ممكن أن يقدموا لك يد العن والمساعدة في هذه الفترة بتكون نشط بشكل واضح في الاتصالات الخارجية لا التجارة لا الاستراد والتصدير يعني الأمور هاي إلى أنه في فرص مهمة لهذا الأمر والحصول على وكالات تجارية حقيقية ومناسبة في هذه الفترة وبرضو اللي بيكون عنده دعوة قانونية أو قضائية الفترة هاي بتكون برضو بتمشي بشكل جدي باتجاهك القوانين رح تأخذ مجرها بشكل علني وقطعي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا بالنسبة لعلك هي رح تكون موجودة في البيت الثامن بخفة ضغط عنك شوي عن الشهر الماضي لأنه كانت مقابلك فطاقتك كانت ضعيفة الحدود كانت ضعيفة الآن بما إنها وصلت للبيت الثامن فهي ببيت الأموال المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه فرح تنشط بهذا المجال بشكل كبير يعني بعطي نوع من أنواع الراحة عموما في نوع من أنواع الإيجابية الحقيقية في المكاسب المالية ولسيما إذا كان عن طريق أموال منقولة أو إرث أو نقل ملكية أو هبات من الزوج أو الزوجة أو تعويضات وظيفية أو أموال مشتركة أو أموال ميراث مثلا أو أموال تأمين بتكون معقدة بالفترة الماضية بتستردها أموال لا إلك بالطالب فيها ممكن تستردها ويمكنك برضو القيام بعمليات بيع أو شراء للمسائل العقارية بشكل ناجح في هاي الفترة ممكن هيك تحس ببعض الوهن أو التعب أو عدم الرغبة بالقيام بأي عمل ولكن أنه بسبب سعادة الشمس يعني بتعطيك طاقة كبيرة بتحزز هاي النقطة عندك بشكل أكبر حاول أنك يعني تأخذ راحات من فترة لفترة وترفع عن نفسك قليلا بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا دخول الشمس لبيت الشراكب ما هو مقابلك تماما بعطيك إيجابية عالية جدا ولكن في بعض الأيام بتكون الطاقة ضعيفة عندك رغم أنه إيجابيته يعني ببيت الشراك المالية والعاطفية وبيمنحك القدرة على النظر لعلاقاتك بشكل كبير نظرة منطقية بعيدة الرؤية وبتحاول التفكير بشكل جدي ضبطها لابتعاد عن كل ما بثير الشبهات أو الشكوك حول طبيعة علاقاتك بتفقد في هاي الفترة الحميمية والدفئ في التعامل مع الشريك العاطفي وهي من السلبيات ولكن وجود الشمس بساعدته بيفيد في أمور شراكتك العملية لأنه رح تأخذك بالشكل المنطقي اللي بتعتمد يعني يعتمد ما بين الشركاء بتعمل على وضع الأمور في نصابها الصحيح ممكن تصاب بخيبة أمل أو بإحساس بالفشل لأن الطاقة ضعيفة زي ما ذكرنا ولكن حاول إنك ما تبالغ في هاي الأمور لكن رغم إنه الشمس رح تتمدك بالطاقة اللازمة للدفع بمصالحك للأمام برضو بتفتح بعض لبعض موليد برج السرطان أمور إلها علاقة بالارتباط أو تعزيز العلاقة مع الشركاء أو مع الأزواج برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا دخول الشمس للبيت السادس هو بيت الصحة بيت العمل لإلك ممكن تعمل على تعزيز علاقاتك بزملاء العمل الظهور بمظهر القائد المنظم اللي بيحترم كلمته بين الآخرين بتلاقي بيلقى على عاطقك الكثير من المهام والمسؤوليات الجديدة بتحس في بعض الأحيان إنه العمل ممكن هيك يصير يعني تراكم أو في نوع من أنواع التقصير أو تضطر للعمل وقت إضافي زيادة بتكون مسؤول في هاي الفترة عن أشخاص غرباء عنك أو أطفال أطفال بيكونوا غالبا فبدك تنتبه لصحتك بسبب ضغوط العمل اللي ممكن تظهر على شكل أعراض مرضية أو لا سيما آلام تتعلق بالعمود الفقري في نقطة بعد موليد برج الأسد ممكن ينشطوا بعمل جديد أو يوقعوا عقود عمل جديد أو يجدوا علاج لمرض كان مأرقهم بالفترة الماضية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هنا الشمس رح تدخل على البيت الخامس لا إلك فهنا يعني تعطيك القدرة على التقرب من الآخرين واكتساب مودتهم في كثير من الفرص المالية اللي بتظهر بين الوقت وآخر وكذلك الفرصة العاطفية القوية اللي بتكون في خلال هاي الفترة الكثيرين ممن يبحثوا عن علاقة ارتباط حقيقية بتكون هاي الفترة هي الأنسب بالنسبة لإلك أما بالنسبة للمرتبطون فهاي بتعزز علاقتهم العاطفية وبيدفعوا فيها للأمام بشكل إيجابي بتمر فيك خلال هاي الفترة فترة يعني في بعض الأوقات غير مريحة قليلا لأنه بسبب تراجع عطارد وأيضا إنه هيك بعض العصبية فبدك تضبط عصابك عليك الحذر من بعض المبالغات الفترة هاي برضو بيظهر عليها فترة اللي هي الترفيه تغيير الجو الإنبساط التقارب مع الأبناء يعني فيه أجواء حلوة راح تحيط فيك بالنسبة للموليد برج الميزان طبعا بما إنه راح يكون موجود في البيت الرابع بالنسبة للشمس فهنا يعني ممكن يتأثروا سلبا بوجود الشمس بالجدي بتحس بالرغبة بالانعزال بالهدوء بالابتعاد عن الناس ممكن تشعر بعدم الرغبة بالقيام بأي شيء بتسأل نفسك أحيانا عن السبب الجواب طبعا وجود الشمس في الجدي بينعكس عليك في هاي الفترة ولكن هذا ما بيمنع إنه وجود بعض التأثيرات الإيجابية لسيما في مجال العقارات والأراضي والبيع والشراء وإدخال التحسينات على المنزل أو ضبط الأمور الداخلية البيتية أو المناسبات العائلية أو فرحة تتعلق بالبيت أو التقارب العائلي كلها هاي بتكون ظاهرة على الساحة ولكن في الفترات اللي بيصير فيها بعض الهزمات بيصير بعض المشاكل أو سوء التفاهم اللي ممكن يوتر المسائل العائلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الشمس رح تكون موجودة في البيت الثالث لعلك وهاي تعطيك طاقة عالية جدا إيجابية تجد نفسك ملي بالطاقة والرغبة في التنقل والسفر القريب يعني سفريات سريعة أو رحلات تغيير جو أو ترفيه القيام برحلة مباشرة أو بتكون ذات طبيعة صادقة وصادمة أحيانا في هاي الفترة اللي هي المغامرات ممكن تحاول إنك تجامل أحد الأشخاص وممكن تفقد بعض الدبلوماسية بتكون صريح لدرجة كبيرة ممكن هيك تجري الكثير من الاتصالات العملية لضبط وتنظيم الأمور المتعلقة بك طلاب المدارس بيجدوا أنفسهم يعني بيضعوا برامج الدراسة بشكل قوي جدا ومنظم جدا وبيصيروا عليها ممكن ترغبوا في شراء سيارة أو أجهزة إلكترونية بالفترة هاي ولكن زي ما حكينا النشاط عالي جدا على مستوى التجارة المحلية عندك سرعة بديها قدرة على الإقناع الحوار النقاش المقابلات والسفريات تحديدا ففترة ممتازة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا دخول الشمس لبيتك الثاني يعني بيت المال فهذا بمدك بالطاقة اللازمة لكسب المال من مجهودك الشخصي وعملك اليومي عندك كثير من الفرص في هاي الفترة لكسب المكاسب المالية يعني تعتبر بداية فترة مال بامتياز وهذا شهر مناسب للدخول في عمليات مصرفية ومعاملات بنكية ولكن بدك تحذر انه تراجع وطارد يعني عندك رح يكون بالفترة هاي فبدك تنتبه من هاي النقطة حاول انك ما تجازف وتدرسها بشكل جيد او ما بعد انتهاء التراجع بتكون الاجواء احسن للمغامرات المالية في بعض الامور المستحقة سابقا ممكن تستردها بالفترة هاي او طالب بحقوق لايلك ما زال تفكيرك منصب بشكل عميق على فتح مشاريع جديدة وذات سمات واضحة ولكن بدك تنتبه يا عزيزي من الدخول في المغامرات المالية الغير محسوبة او التعامل مع اشخاص غرباء عنك والنصيحة حاول انك تستفيد من الاعمال الاضافية لانها هي اللي فيها المكاسب الاكبر وكثير من موليد برج القوس ممكن يحصلوا على هدية او جائزة بخلال الفترة يعني او ترضي او تكريم مثلا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا منعيد ومنكرر منقول له كل عام وانتم بخير بما ان الشمس خلاص بدأ توصل عندكم وايضا راح تكون بداية مرحلة جديدة لعائلكم لانه هاي تعتبر بداية سنتكم بوصول الشمس فكل عام وانتم بكل الخير انتم واحبائكم طبعا هذا بيعني انه هاي الفترة راح تبلش ترجع العلاقات او النشاط بشكل تدريجي لحد يوصل عيد ميلادك فبتشعر بالطاقة الكاملة بتعطيك نشاط معهود شيئا فشيئا بتسترد قدرتك على التأقلم مع الوضع الجديد بتمنحك الشمس القدرة على الانضباط والتفكير العميق عليك ترتيب امورك من جديد حل كل النقاط العالقة هاي السنة طبعا ما بامكانك الانطلاق بدون انك تنهي اي شيء تراكم من قبل يعني بدك تراجع وتلغي الاشياء اللي كانت هالقة من السنة الماضية عشان تبدأ من جديد يستفيد من الجو الايجابي ولسيما يعني الزهرة عطارة بدو يرجع لك هاي الشغلات كلها بتدعمك بشكل قوي بالفترة القادمة فعشان هيك تيجي طاقة عالية جدا بتعوض كثير من الضغط اللي كان بالفترة الماضية من كل الجهات هناك من يجد او يسترد اشياء مفقودة منذ فترة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا دخول الشمس لبيت المتاعب يعني هاي اكتر فترة ضاغطة بتكون على موليد برج الدلو بدهم يكونوا حذرين جدا ما بقدر انا اعطي ايجابيات الا باشياء بسيطة جدا ولكن هذا يعتبر بيت المتاعب ولو راجعتوا كل سنة بهاي الفترة بتكون فترة فيها ضغط عليكم وهذا الشيء بينعكس عليكم بشكل سلبي لانه الطاقة اللي بتيجي بتيجي باضعف اشكالها واكثرها سلبية بالنسبة لأي لك لانها بتغرب القديم والماضي اشخاص ممكن يطلعوا من حياتك تبدأ اشياء جديدة تلغي اشياء من حياتك لا سيما برضو على المجال الصحي شوي بتحس بوهن ضعف مطاقتك ضعيفة حتى صحيا فممكن تتعرض يا موليد برجي الدلو لبعض المسائل الصحية الطارئة اللي بتطلب مراجعة طبيب او علاجات لفترة اطول ما تقلق كثير لانه الشمس رح تكون سعيدة فبتعزز بعض النقاط عليك الانتباه لصحتك بشكل كبير واتباع برامج غذائية دقيقة اللي بتعاد عن كل محاولة لخرق القوانين او اي شيء يعني بكون له او شكله انه ممكن تتعاقب عليه بطريقة او باخرى انتبه لعلاقاتك الخفية لانه ممكن تضر فيك في بعض موليد برجي الدلو ممكن انه يبدأوا بعمل جديد مع مؤسسات او شركات كبيرة بهاي الفترة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا دخول الشمس لبيت الاصدقاء فبيمنحك القدرة على اكتساب الاصدقاء والرغبة في تنظيم ندوات او تجمعات او منظمات او اكتساب العملاء والانصار من حولك وتنجحك في هذا الامر بشكل كبير ممكن تلتقي بالاصدقاء او تشوف هيك اصدقاء اليك فترة طويلة ما التقيت فيهم تلتقي فيهم بشكل مفاجئ او يتوجه لك دعوات اجتماعية وممكن تأسس العمل مع احد المقربين منك هذا الشهر يعني شهر نجاحات اجتماعية وتعزيز سمعتك ومكانتك في الوسط المحيط هناك بعض اللقاءات اللي ممكن يعني تجعل من اسمك منتشر بين الناس بشكل ايجابي استفيد من هاي الفترة ولكن بدك تحذر من اللي بحاولوا انهم يخدعوك وبرضو هاي الفترة في كثير من الاصدقاء والمعارف يعني ممكن تشوف انه مائلهم لازمي او مكاني بوجودهم بحياتك فتطلعهم من حياتك هيك منكون انتهينا من هاي الحلقة للاخبار الفلكية والله اعلم يعني هو اجتهاد يا من صيب يا من خيب اذا اصبنا فهوى توفيق من الله واذا اخطانا فمن انفسنا وسوء حسابات ومنرجع من وول يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا للمشاهدة